من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سؤال النفي والاستنكار وهذا النفي يثبت كمال سلطانه وكمال هيبته وكمال عظمته ولا يتجاثر أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه فالشفاعة كلها لله نعم بإذنه وحده وأمره وحده وإرادته ومشيئته وأهل السنة والجماعة وسط بين من أنقر الشفاعة إنقارا مطلقا وبين من أطلقها إطلاقا تاما والشفاعة بالعامية هي الوسطة أي التوسط الغير لجلب منفعه أو دفع مضرة ولماذا لا تقبل شفاعة كل شافع؟ أليست الشفاعة من الرحمة؟ بلى ولكن الشافع لا يعلم ما يعلمه الله عن المشفوع له فهل من العدل أن تقبل الشفاعة؟ في رجل قتل الآلاف من الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ؟ لا بالتأكيد ليس من العدل وليس من الرحمة أن نشفع في مثل هذا المجرم إذن لابد من ثلاثة شروط رضى الله عن الشافع ورضى الله عن المشفوع له وإذن الله للشافع أن يشفع والشفاعة شفاعتان شفاعة مثبتة في القرآن والسنة وشفاعة منفية في القرآن والسنة فأثبت الله عز وجل الشفاعة للأنبياء والشهداء والصالحين والملائكة والقرآن وأعظم من يشفع في يوم القيامة هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة صلى الله عليه وسلم أما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة للكفار ولمن لا يرضى الله ولا يأذن بالشفاعة له قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى حتى الكلمة التي تخرج بسهولة الآن لا نملكها إلا بإذن الله ورضاه أتدري كم جهاز في جسمك يتعاون لكي تخرج الكلمة من فمك لا بد للعضلات أن تنقبض وتنبسط ولا بد للهواء من الخروج من الجهاز التنفسي والمرور في القصبة الهوائية ولا تنسى دور الحنجرة والأحبال الصوتية ولسان المزمار واللسان والشفتان والفك والغدد اللعبية وكل ذلك تحت إشراف وسيطرة المايسترو المخ والجهاز العصبية وللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة لا تنبغي لأحد سواه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة وهذه ما تعرف بالشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى والتي تكون في موقف الحشر في موقف في غاية الصعوبة فتدن الشمس من الرؤوس ويعم الغم والقرب والضيق الشديد ويبحث الناس مؤمنهم وكافرهم عن شفيع ويتقدمون إلى الأنبياء نبي تلو نبي فيقول كل واحد من الأنبياء لست لها حتى يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيسجد لله عز وجل تحت العرش ما شاء الله حتى يسمع يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع والنبي صلى الله عليه وسلم أول من يشفع لأهل الجنة أن يدخلوها وهو أول من يستفتح باب الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة لعمه أبي طالب الذي مات على الكفر أن يكون في ضحضاح من النار وهناك شفاعة عامة يشترك فيها الأنبياء والشهداء والصالحين والملائكة ومن شاء الله وهي شفاعة في الكبائر ما دون الشرك لأهل التوحيد وهناك أيضا شفاعة عامة لبعض أهل الجنة أن يرفع الله منازلهم في الجنة فنحن أهل السنة والجماعة نثبت ما أثبته الله من الشفاعة المثبتة وننكر ما أنكره الله من الشفاعة المنفية جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر